مراجعة الواجبات الكرائية سوف نرى المراجعة الواجبات الكرائية سواء في المحلات المعدة للسكن المهني سواء للسكن الرئيسي أول شيء هو أنه يحق للمكري والمكتري الاتفاق على الشروط ومراجعة الواجبات الكرائية ونسبة الرفع من قيمتها أو تخفيضه يعني أنه في العقد الأول الذي نفعله ما بيني أنا كمكتري والمكري يعني صاحب المحل أنه يمكن أن نفعل ومثلا أبقى 1-4 سوف نزيد 1% أو 1-3% من نسبة الكرائية يمكن أن نفعل اتفاق مسبق على نسبة الرفع من الواجبات الكرائية ولكن هذه نسبة الرفع من الواجبات الكرائية أنه لا يجوز الاتفاق على رفع المبلغ الواجبات الكرائية خلال مدة تعقل عن ثلاث سنوات يعني أكثر أكثر مدة يمكن الاعتماد على هي ثلاث سنوات يعني لا يمكن أنني نقول له العام الجاي ستزيدني 5% العام الموراس 6% العام الموراس 7% لا يجوز الاتفاق على رفع المبلغ الواجبات الكرائية خلال مدة تعقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أقل مدة لمراجعة الواجبات الكرائية هي ثلاث سنوات أما بخصوص نسبة زيادة في الواجبات الكرائية ضوك عدنا 8% بالنسبة المحلات المعدة للسقنة يعني إذا كان السكن الرئيسي ضوك نسبة الرفع من الواجبات الكرائية هي 8% أما بالنسبة للسكن للاستعمال المهني يعني المحلات المعدة للاستعمال المهني كالشركات فالنسبة الرفع هي 10% ففي حالة كان المحكامة أنها تحدد نسبة زيادة يعني أنني إذا مشيت مثلا مع هد المكتاري يمكن للمحكامة أن تحدد نسبة زيادة في مبلغ الواجبات الكرائية بما لها من سلطة تقديرية ودون التقييد بالنسباتين يعني من أن أمشي مع السيد المحكامة هنا في المحكامة ما يمكن لها غير مجبرة أنها تأخذ 8% أو 10% إذا كان مبلغ قيمة الواجبات الكرائية لا يتجاوز 400 درهم شهريا على أن لا تتعدى نسبة زيادة المحكوم بها 50% إذا كان نسبة الواجبات الكرائية قل من 400 درهم فهنا المحكامة غير مجبرة أنها تأخذ بعيد اعتبار 8% أو 10% ولكن يمكن لها تزيد في النسبة الواجبات الكرائية حتى الـ 50% غير ما تدعم 50% من نسبة الواجبات الكرائية مثلا كالكرة 10% في ريال و 500 درهم يمكن لها تزيد في النسبة الواجبات الكرائية على حتى الواجبات الكرائية 50% من 500 درهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر